حياة النادي الاهلي الى جمهوره العظيم مباراة اليوم في ازاعاتها للنادي الاهلي ما بين فريق نادي الشمس صاحب الارض والجمهور وما بين النادي الاهلي سيدات كرة السلة في دور التمانية لكأس مصر زي ما احنا شايفين الفرقتين بيستعدوا للنزول وبيسلموا على بعض هنقول لحضراتكم دلوقتي بداية او خمسة تشكيلة لكل فريق بمثل نادي الشمس النادي صاحب الارض اللعيبة رقم خمسة في الملعب يسرى اشرف واللعيبة رقم اربعة ميرال اشرف اللعيبة رقم عشرة نورهان فؤاد اللعيبة زينب مصطفى رقم اتناشر شهيرة بزوزو واللعيبة نورة حسن رقم خمستاشر اما النادي الاهلي اللاين اوب بتاعه بيبدأ بيدين عمر الكابيتانو رقم عشرة ران على بليميكر او بوينت جارد رقم حداشر هلا مصطفى سنتر رقم اربعتاشر وجمنا مصطفى رقم اربعة وسبعين سنتر واخيرا هب عبد الرحمن كاكاتر رقم تلاتين القيادة الفنية للنادي الاهلي بقادة الكابتن جهاب الالف المدير الفني والمساعد الدكتور محمد جاد اما المدير الاداري فهو كابتن موسى علي للادارية كابتن مشيرة رشيدي والطبيبة الدكتورة روض عيد اما الاخصاء العلاج الطبيعي الدكتورة رهام ولا المحل الفني والتقني الكابتن عبدالله عادل جهاز الفني لنادي الشمس فهو مكون من المدير الفني الدكتور والد ياصتي والمدرب المساعد الكابتن هيسام غنيم والادارية الكابتن ايفيت والطبيبة الدكتورة ايمان لحظات ونبدأ المباراة زي ما احنا شايفين في الارتين بيستعدوا تعليمات الاخيرة للطرابيزة او الاستعداد الاخير للطرابيزة زي ما احنا شايفين وعلى بركة الله ستبدأ المباراة بعد لحظات للسعدادات الاخيرة لللقاء كابتن احمد غالب جهاز الناس طرابيزة والحكام ونبدأ بالجنبول ما بين هالا مصطفى من نادي الاهلي وزينب من نادي الشمس حياز النادي الشمس ميرال اشرف لنورة نورة لنورهان رقم عشرة بتعمل ده كرة عالية بتعدي بيها ميرال اشرف الاهل بيل عمان تمان بتجرب تلاتات ما بتجيش تلمر بوند جنة لكن بتطلع اوتسايد على النادي الاهلي اوتسايد من البيس داين النادي الاهلي على التنفيذ ميرال اشرف سكرين من زوزو لنورهان كرة بتترامي كده اي حاجة لكن نورهان من الشمس بتلحق مع دفع جامد من هبة بتطلع الكرة النورة بتقف تاني نورهان ميرال اشرف ديفنسي جامد نورهان علاء بتحاول نوره روح لميرال تاني بتلعب وان وان بتحاول تعدي لايب كده اي حاجة تلمر باوند من تحت الباسكت اللاعبة نورهان وبتسجل اول نقطتين لكن اعتراضات من الكابتن اياب الالفي لطرابسة الحكام كابتن احمد غالب بيوقف الملعب كابتن الفي بيقوله في حاجة تقريبا تقريبا ان الكرة ملمستش الحلقة فما تجددتش لزمان الى 24 ثانية فتقريبا هو جددها كانت 24 باقت 14 لكن هو تشكله كده جددها 24 فهنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم داخل الملعب وقرار اللي هياخده كابتن احمد غالب زي ما احنا شايفين اهو في الاعادة ميرال بترمي اي حاجة الكرة هنا ملمستش الحلقة بتطلع على طول نورهان بتجيب اتنين تو بوينت وبتقى في الملعب نشوف قرار كابتن احمد غالب ما بيحتسبش النقطتين واوت سايد لصالح النادي الاهلي بمخالفة ال 24 ثانية انتهاء الزمن العجل مبارا النهاردة مباراة قوية بالارقام والاحصائيات هي مباراة قوية لو دينا شفنا الفرقتين السنة اللي فاتت اتاب له اربع مرات في الدور السوبر مرتين في الزياب والاياب ومرة في الدور المجمع الاولى والتانية وهنقول لكم عن نتائجهم في اول توقف قرار مع الاهلي دينا عمر سكرين من هلا شعراوي لهبا هبا من الجناح بتطلع اي حاجة لكن بيحتسب فاول على نادي الشمس تحتسب فاول على ميرال اشرف لعبة نادي الشمس دعوت صالح النادي الاهلي على التنفيذ من السايد لاين دينا عمر ران علاء دينا دفاع المنطقة اوزون ديفنس من نادي الشمس بصات سريعة من نادي الاهلي دينا عمر في البيس لاين بتبص على جنة بتطلع كيكاوت ليه هالة هالة لهبة هبة وتجرب لأ ما بتجربش فيكو بتعدي بلوك على طول من نورة افتكرت ان الاربع وعشرين سنة خلصت يسرى بتطلع من ميرال ليسرى تاني بتوقف على ملعبها ميرال نورة من تومان من الاهلي نورهان نورهان بتحاول تعدي بتعدي باك بيفوت كده ما بتجيش بتخطف على طول في السكة ران علاء كرة تايها كرة تايها كرار ايه جنبول حيازة تابودلية ما بين نادي الاهلي ونادي الشمس وقرار من الكابتن احمد غالب زي ما اتفقنا انهم الاهلي والشمس تقابلوا اربع مرات السنة اللي فاتت مباراة دي مباراة قوية شوية فيها فنيات عالية من اتنين مديرين فنين ومن اللاعبين ران علاء بتدي الهالة على البوهاي بوست دفاع قوية بالنادي الشمس زون ديفينس بتخطف يسرى بتحاول طباسي لو قامت هيحصل مرشي زوزو بتاخدوا الكرة بتطلع لميرال ميرال واحد على واحد بتعدي بتعدي ما بتجيبش بتلم على طول جنة بتدور على ران علاء فعلا بتلاقي ران علاء ران علاء بتعدي بالدريبل بتاخدوا النص بتطلع الكرة ليه ليه هالة هالة بتدي الكرة كده ليه هبة هبة ما بتحاولش ما بتجيبش نورهان لميرال أشرف لكن فاول على اللعبة رانا علاء من نادي الاهلي توتى الفاولات واحد واحد لغاية دلوقتي زي ما احنا عارفين ان اول ما فرقة ترتكب اربع اخطاء شخصية اي فاول في اي حتة في الملعب بتوشوتس على طول اوت صادل النادي الشمس ميرال ليسرى يسرى بتاخد الجنب بتدور على نورة وزوزو تحت البسكت واحدة بتلعب على جنة بتحاول تلف لكن دفاع قوة من لعبة جنة رقم اربعة وسبعين من النادي الاهلي اوت صادل صالح النادي الاهلي رانا علاء في الملكر النادي الاهلي في الكوارتر الاول لسه صفر صفر تهالي كده مر حوالي تلات دقائق صفر صفر ما فيش حد قادر يفك شفرات دفاع كل كل فريق رانا علاء تجرب حزاعة تلاتة بونت وتحاول تفتتح ما بتجيش تراي كده من هالة لكن بتطلع اوت صايد لصالح النادي الشمس على التنفيذ ميرال اشرف ليسرة لعبة نادي الشمس رقم خمسة بتقبلها دين عمر ديفنس نورة جيفاند جو كده سريع لكن فاول على طول بيحتسبه كابتن احمد غالب على اللعبة جنة مصطفى تشوت رميتين حرتين لصالح ميرال اشرف لعبة نادي الشمس هل سيشهد تسجيل اول نقطة في احداث المباراة بالفعل بتسجل ميرال اول نقطة في المباراة واحد صفر نادي الشمس في الكورتر الاول الرامية الحرة من التانية من ميرال وبتسجل نقطتين اول نقطتين لصالح نادي الشمس تصبح النتيجة اثنين صفر لصالح نادي الشمس الكورة مع النادي الاهلي رانا علاء زون ديفنس ما زال شعار نادي الشمس في الدفاع رانا علاء بتودي ناحة تانية الهبة بتفتح على التلتاية اللي دينا دينا بتحاول ما بتجيش على طول صمام الامان هالا شعراو بتلم الكورة تطلع على الرانا هبة تاني بتحاول تختارك هبة بتعمل على الدفاع لكن مخالفة المشي بالكورة من هبة لصالح نادي الشمس نادي الشمس عامل دفاع زون ديفنس وبيقفل كويس جدا على النادي الاهلي الاختراكات صعبة فالاهلي بيلجع بيلجع للتلاتة بند يسرى تعدي بالملعب تحاول تخش تعترضها كده زميلتها في الملعب نورة نورة بتستلم على الهايبوس طلع عليه يسرى تاني ميرال أشرف بتلعب واحد على واحد بتقفل عليه على طول رانا علاء لكن على طول دينا جاية تعمل الهيل بالرانا تخبط فيه ميرال أشرف وفاول على اللعبة دينا عمر كابتانو النادي الاهلي اهود صاد صالح النادي الشمس يسرى هتطلع على الكرة بتدي على طول ميرال ايما النهاردة بسوء وقت بصانع الالعاب دور صانع الالعاب في غياب اللعبة شاسع بتحاول تعدي يسرى بتلم الكرة على طول ميرال تختارك بتحاول تشوت اي حاجة بتلم على طول هلا مصطفى بتدور على ران علاء وبتهدم ملعبها بتطلع الناحة التانية ليه هيب عبر رحمن بتجرب حزها ما بتجيش بتلم على طول نادي الشمس للعبة ميرال أشرف بتطلع فصل بريك ليسرى يسرى بتحاول واحدة على واحد كده وبتجيب ما بتجيب حوالات كتير كتير فرص ده كما قال الكتاب من اللاعبة هيب عبر رحمن لكن البداية كانت من هلا مصطفى على طول بتطلع لهبة وهبة على طول ما بتكذبش خبر وتطلع ليه دينا عمر نورهان تحت الباسكت بتدي باسة حلوة جدا ليه اللاعبة نورة ونورة بتسجل النقطتين لصالح نادي الشمس أربعة اثنين لصالح نادي الشمس مباراة هنشوفه النهارده مباراة قوية جدا فيها لعب كده من برى الخطوط ومن جوه الخطوط زون ديفينس شعار المرحلة الأولى ليه نادي الشمس دينا عمر مش العين صدرة بتتطلع على طول لي رانا رانا بتسعد للشروطة وبتسجل أول سري بوينت للنادي الأهلي تصبح النتيجة خمسة أربعة لصالح النادي الأهلي نادي الشمس مع الكرة هتجرب حظها يسرى لأ بترجع عن كلامها بتحاول تختارك لكن على طول جنة مصطفى بترتكب الخطأ الشخص التاني على النادي الأهلي يبقى جنة كده مصطفى عاملة خطأين شخصيين كابتل نهاب الألف بيقول لها اطلعي ققفي بس لكن يسرى بالخبرة قدرت تاخد منها فاول يستوجب رميتين حرتين الرمية الحرة الأولى ما بتجيش عفوا بتيجي أنا أسف الرمية الحرة التانية يسرى على التنفيذ وبتسجل الرمية الحرة التانية ستة خمسة لنادي الشمس طلع الكرة على طول ران علاء زون ديفنس لنادي الشمس دينا عمر هبا روتاشن بيحصل ران علاء بتدور على مين من وقت بتطلع كيكاوت لهبا هبا لدينا ما فيش اختراقات قفلين كويس أو المساحات دينا بتجرب بتجرب ما بتجيش ما بتجيش بيلم على طول نادي الشمس نورهان على طول على الريباوند بتدي الميرال مركز صانع اللعب هتلعب امرال الاهلي بيلعب ديفنس منتومان سكرين من نوره ليسرى يسرى بتحاول تختارك تاني اختراقاتها المعتادة بتعمل طرائي وبتلم لكن على طول بتخطفى من ايديها جنة وبتعدي دينا عمر دينا عمر بتعدي فاص بريك ده ولا ايه دينا عمر على التلاتة بنت هتجرب حظها هتجرب حظها لكن ايربول اوتسايد لصالح نادي الشمس كده النادي الاهلي لغاية دلوقتي عامل اربعة تراي على سري بوينت جاي بواحدة بيحصل تغيير هنا دلوقتي بينزل اللعبة ريم موسى رقم واحد واللعبة منه يحيا زكريا رقم واحد واربعين مكان مكان جنة مصطفى واعتقد هبع كرة مع نادي الشمس ميرال توسع الملعب بتجيلها نورهان نورهان عايزة عايزة تفلفس كده تشوت تلاتة بونت طلع على طول نوره نوره بتحاول تختارك سيميهوك كده وارباوند قوي جدا من زينب ومعاها ساكن شوت بنقطتين لصالح نادي الشمس تمانية خمسة لصالح نادي الشمس زي ما احنا شايفين الارتكاس قوي واستخدمت جسمها وقدرت تسجل نقطتين دينا عمر لسا دفع الزون نادي الشمس كرة كده من مننا وشوتة ميديام شوت ليه دينا عمر لكن ما بتجيش بتلم على طول نورهان نورهان بتضل عليه ميرال ميرال بتمسك الملعب هتقف هتعمل ايه بتسمع كلام الكابتن واقل وهنشوف هتعمل ايه يسرى ليه نوره وقطع كده نورهان بتحاول تجيب ترايح البسكت ما بتجيش منا يا حي على طول اللي لسا راجع من نصابه بتلمر باوند قوي بتدي الدينا عمر بتدي الريم موسى ريم موسى بتفتح للسايد ليه هلا الدينا بتحاول تختارك ريم موسى وتقدر تاخد فاول على نادي الشمس على لعيبة رقب 12 زينب مصطفى يحصل تغيير دلوقتي انزل صارة المغربي من نادي الاهلي وتطلع رانا علاء صارة المغربي في مركز صانع اللاعب مكان رانا علاء توشوت على التنفيذ ريم موسى تمانية خمسة لصالح نادي الشمس ريم موسى على الرمية الحرة الأولى وبتسجل الرمية الحرة الأولى تمانية ستة لصالح نادي الشمس الرمية الحرة الأولى ريم موسى على التنفيذ وبتسجلها تصبح النتيجة تمانية سبعة لصالح النادي الشمس زي ما احنا شايفين عشر دفاع من ربع الملعب كده بتعدي ميرال بتعدي ميرال تختارك بتحاول تجيب وبتسجل نقطتين بمجهود فردي من اول ملعب عشان تصبح النتيجة عشرة سبعة لصالح نادي الشمس وكابتن الفي كده عتاب للعبين على انهم ازاي تعدي انا اضغط من اول ملعب بريس فول كورت ازاي تعدي بمجهود فردي بالطريقة دي رمي حرة اضافية لصالح اللعب ميرال اشرف على التنفيذ هو بتسجل رمي الحرة الاولى 11 سبعة لصالح النادي الشمس صار مغربي لريم موسى ريم موسى لدينا عمر صار مغربي على الجنب بتجلى في البيس لاين ريم موسى بتختارك بتحاول تختارك وطلع كيكاوط لي دينا عمر دينا عمر هتجرب على التلتاية بتجرب ما بتجيش ومعها ريم موسى تخطف على طول في السكة اللعبة ميرال اشرف لكن هنا فيه فاول على اللعبة رقم سبعة صار مغربي اللي لسه نازل حالا وكابتن ألف بيبدأ اعتراضاته بيقول ازاي ده هي لمسيتها بس وعمل تفاول كابتن بيقوله خلاص انا خدت القرار وهي قتند تفاول وزي ما احنا شايفين في الاشارة كده كابتن احمد غالب بيقوله اي اعتراض وهي رايحة على البسكت بالطريقة دي تحتسب اتندت فاول يستوجب رميتين وحي فاول على اللعبة صار مغربي كده اي فاول على النادي الاهلي بيستلزم رميتين حرتين ميرال اشرف على التنفيذ رمية الحرة الاولى ما بتوفقش في تسجيلها الرمية الحرة التانية بتتلقى التشجيع من زمائلها وشايف هنا توقع اللعبة توقع زي ما احنا شايفين اهيه بتستعد الاجراءات اخيرة الرمية الحرة التانية وي بتسجد الرمية الحرة التانية تصبح النتيجة 12 سبعة لصالح نادي الشمس ميرال اشرف الاهلي بيه اللي بدلوقتي زون ديفينس عايزيه في المساحات والاختراقات كرة بتعمل اسكيب باس ليسرى يسرى ومعها نورة بتحاول تاخد نوزيشن يسرى بتختارك بتطلع كيكاوت لنورة نورهان لكن الحكم بيقول اوتسايد لانها داست على اللاين بيستوجب الكرة دخولها من حد الجانبي للنادي الاهلي صاره مغربي تحاول تدور ليه دينا عمر جون ديفينس اتنين تلاتة من نادي الشمس كرة تحت ليه منه وباصة كده حلوة للعبة هالة لكن هالة ما بتجيبهاش بتلمة على طول تختف السكة كده ميرال هتلعب موجود فردي تاني ولا لأ هنشوف بتحاول تختارك ما بتجيش بتلمة تاني شوطة اي حاجة لكن بتسجل نقطتين لصالح نادي الشمس تصبح النتيجة 14 سبعة لصالح نادي الشمس هالة مصطفى ميديم شوطة ما بتجيش بتلمة تاني ساكن شوطة لكن هنا الكابتن احمد غالب بيحتس الفاول على اللعبة زينب من نادي الشمس بيستوجب رميتين حراتين بيحصل تغيير دلوقتي بتنزل بتطلع اللعبة منها يحيا وبتنزل مكانها اللعبة دي نور علي طلعت وبتطلع اللعبة دي نعمرو بتنزل مكانها اللعبة بتققى رقم ستة لغاية دلوقتي نادي الشمس ما اجراش اي تغيير اوتسايد بصالح نادي الاهلي على التنفيذ بتحاول تشوط بتطلع لطقة بتحاول تختارك من الميديم بتقف قدامها زينب بتطلع كيكا وتلحق نفسها لصارة مغربي صارة مغربي بتجرب تلتاية مهمش موجودة نور علي طلعت بتسجل بتلم وبتسجل نقطتين في جعبة النادي الاهلي نقطتين في توقيت كويس جدا وده الفاول التالت على زينب لعبة نادي رقم 12 لعبة نادي الشمس اعتقد ان الكابتن وقيل دلوقتي هيسحبها لان زينب من العناصر المؤسرة بالنسبة للعبات نادي الشمس لما يحر اضافية بتسجلها نور علي طلعت تصبح النتيجة 14 عشرة وتخطف كده ريم موسى لكن ما تلاقيش حد يساندها تديرت الكرة تال نادي الشمس ميرال اشرف في مركز صنع الالعاب الاهلي بيلعب واحد اثنين اثنين ثلاثة نورهان ميرال اشرف بتحاول تختارك بتدي اليسرة بتشوت بتجرب ما بتجيش تلم هلا مصطفى طلع الريم موسى فاست بريك فاست بريك تروح على طول ليه اللاعبة ميرال اشرف سارة المغربي وبتسجل نقطتين في جعبة النادي الاهلي تصبح النتيجة فرق باسكيت 14-12 14-12 لصالح النادي الشمس انا قلتلكم مباراها تبقى قوية ميرال اشرف لنورهان بتدور على التلاتية بتاعتها مش لقياها بتخطف في السكة على طول هلا مصطفى بتجري على طول على الفاص بريك ريم موسى واحدة كده بك ما بتكملش نورهان بتعوض الباصة اللي تقطعت منها وبتخطف تاني وبتطلع على الفاص بريك بتوقف بتدي ليسرة يسرة بتقري بينها التانية لزوزو شوزو على ميديم شوت ما بتجيش والكرة كده بتتكابل بتاخدها على طول ريم موسى ريم موسى بتجري على الفاص بريك وباصة كده ليه هلا لكن تططع في السكة ياخدها نادي الشمس والوحدها خالص ميرال اشرف بتسجل نقطتين تصبح النتيجة ستاشر اتناشر لصالح نادي الشمس وتلاتية كده من هلا وبداية الفارق لنقطة واحدة من الزيرو لاين او مدت زيرو بتطلع على طول هالب تلاتية كده مفيش اجمل ولا اروع من كده حتى لو خدتوا بالكم من رد فعلا كابتن واقل في اخر لحزة في الكوارتر الاول يعني راجل بيقول لهم يعني طب هنعمل هذا التابدلية لصالح نادي الشمس بتنزل لعبة مركز صانع العلعاب اللعبة ردو اللي معانا القرى دي رقم خمسة وخمسين نادي الاهلي بيقلي بدفاعه الى نفس التشكيل اللي فات لنادي ايه الاهلي اختراك من يسرى بتطلع علي يارا لنزلت مكان زوزو ويارا كده بيز لاين كانت اطوع لكن بتسجل لقطتين تمنتاشر خمستاشر لنادي الشمس كوارتر الاول خلص ستاشر خمستاشر صار مغربي وسكرين من هالة تنزل تحت على طول نادي الشمس قلب من تمان بتطلع عليه توقع توقع بتحاول تختارك بتوقف على طول بتعمل لها جود ديفنس من لعبة ميرال بتجرب هالة تاني هالة بتجرب تلاتة بونت كمان مرة وبتسجل نقطتين عشان تعمل الدرو في الكوارتر التاني هالة متعلقة دلوقتي ديقت الفارق ورجعت التعادل سكيب باس لميرال اشرف ميرال اشرف لكن تتخطف تقع منها كده وتطلع قاوت صيد لصالح نادي الاهلي بيقوم في نفس التوقيت دلوقتي مباراة سموحة والجزيرة في دور التمانية وهنقول لكم على نتيجة في اخر المباراة ان شاء الله والمفاجأة اللي اقصى نادي الغابة اقصى نادي الصيد وتأهل لدور الاربعة نرجع للمباراة توقع بيجيلاس كريم النور تحاول تعدي بتدي النور تاني بيكندرول لكن هنا في مخالفة الماشي بالكرة على اللعيبة نورة عليه طاعت ردوة اللعيبة رقم خمسة وخمسين انا قلنا هنا التغيير اللي حصل في نادي الشمس خرجت لعيبة زوزو ونزلت لعيبة يارا رقم تلاتة وعشرين وردوة مكان اللعيبة يارا تجرب بعيدة بتلم على طول ريموسة بتشوف مين جاري على الفاص بريك بتجري وتوقف جامب ستوب ميديم شوت كده لكن ما بتجيش هالة بتلم على طول ساكن شوت بتطلع عليه اللعيبة صارة مغربي النور عليه طلع على التجرب حزا وجد وجد وبتوسع الفارق اللي واحد وعشرين تمنتاشر لصالح نادي الاهلي اول تقدم للنادي الاهلي في الكورتر التاني قلتلكم المباراة هتبقى صعبة بس مين اللي هيكسب هتشوف مباراة صعبة بترد عليها اللعيبة ردوة لكن ما بتجيش على طول بتطلع بتلمر باون نور علي طلعت بتطلع على طول ليه اللعيبة ريم ريم بتحاول لكن وبتسجل نقطتين لصالح ريم موسى لصالح نادي الاهلي تلاتة وعشرين تمنتاشر لصالح نادي الاهلي ردوة جون ديفنس من نادي الاهلي بطلع ليسرى يسرى بتحاول تختارك بتطلع كده اي حاجة بتطلع في السكة من لعبة صارة مغربي صارة مغربي اتنين على واحد بتروح لعلى طول ريم موسى ريم موسى على طول بتطلع الكورة لصارة مغربي تاني لان على طول هزا ما احنا شايفين في العادة ميرال جات لها وبتسجل نقطتين على طول الكابتن والد دياصتي او الدكتور والد دياصتي بيطلب طايموت لوقف الزحف الاهلاوي على سلة نادي الشمس احنا طبعا في بداية المباراة ما قلناش تشكيل المباراة او الاتناشر اللي موجودين داخل السكورشيت دا كان لنهمكوا بسرعة كده اسماء لعبات نادي الشمس بصفة صاحب الارض لعبة رقم خمسة يسرى اشرف ميرال اشرف رقم اربعة بوسينة خالد رقم ستة شادو عبد الحكيم رقم سبعة تسعة علا محمود علا محمود عفوا رقم عشر نورهان فواد رقم اتناشر زوزو او زينب مصطفة تلاتاشر فريدة متحت اربعة عشر راشع حسن خمستاشر نورة حسن تلاتة وعشرين يارا محمد اللي موجودة في الملعب وخمسة وخمسين رضوة البليميكر اللي موجودة في الملعب اما اسماء لعبات النادي الاهلي فرقم واحد ريم موسى اللي موجودة في الملعب رقم خمسة نورة علي طلعت ايضا موجودة في الملعب توقع رقم ستة صارة مغربي رقم سبعة ايضا موجودين في الملعب جين عمر الكابيتانو رقم عشرة ران علاء رقم حداشر في مركز صنع الالعاب امان سمام امان نادي الاهلي اربعتاشر هالة مصطفة شعراوي عشرين رقم عشرين زينب الزيني ورقم تلاتين هيب عبر رحمن اللي بدأت ببداية المباراة من ايحة زكريا رقم واحد واربعين رقم خمسين بتول عادل احدى الناشئات واخيرا اربعة وسبعين اللعابة جنة مصطفى ابرز غيابات النادي الاهلي اللعابة رانعب ظاهر ودي عندها شد في العدلة الضمة ونادينا بفتوح شد في الرباط الداخلي اما اللعابة سهيلة في حاجة في رجبتها ربنا يعفو عنهم ويأهمهم بالسلامة نرجع للمباراة نورهان بتدور على اول تري بوينت لها وبتسجل على طول نورهان احد اهم اسلحة اللعابة نورهان تري بوينت من نورهان في بداية لها بداية الفارق الى اربع نقاط خمسة وعشرين واحد وعشرين لصالح نادي الاهلي ريم موسى بتحاول تختارك ومعها راشا اللي نزلت دلوقتي لكن يارت لم طلع الرضوة بتجري الرضوة بتجري الرضوة بتهدي على ملعابها بتدي المين رضوة بتدور على ميرال تحتها هنا راشا بتستلم هتعمل على دابل تيم بتطلع منه بتعدي وتطلع لميرال تاني بتجرب اخر ثواني للأربع وعشرين ثانية ما بتجيش شطة كده من بعيد ولكن بيحصل فاول على اللعبة يارا رقم تلاتة وعشرين من نادي الشمس لصالح نادي الاهلي اوتصاد لصالح نادي الاهلي هيحصل تغيير هنا اعتقد هنشوف هيحصل ايه مين هينزل مكان مين لكن هو حصل تغيير من شوية في نادي الشمس صفوف نادي الشمس نزلت لعبة هنا حصل تاني تغيير يارا خرجت ونزلت فريدة كرة كده بيكندرول لكن اوتصايد على نادي الشمس تقطاعها اللعبة تنجح في قطاعها اللعبة رضوة رقم خمسة وخمسين اوتصايد لصالح نادي الاهلي هلا مصطفى نور علي طلعت سكرين كده او بيحصل فعلا بيحصل بلايند سكرين او سكرين اعمى زي ما احنا شايفين كده في ظهر المدافع بتاخد على طول تسقيطة حلوة من نور علي طلعت بشمالها بتفناشها اللعبة هلا مصطفى تضيف جعبة النادي الاهلي نقطتين سبعة وعشرين واحد وعشرين على طول ميرال بترد بتلاتة بونط ما بتجيش نور علي طلعت بتطلع بتلم بتطلع ريم موسى ريم موسى بتجري بتجري راحة فين يا ريم بتطلع كيكا اللعبة صار مغربي واحدة تحت الباسكت من هالة بتطلع كيكا وتلي طقا طقا بتحاول تعمل ايه هتطلع علي مين اتزنقت مرة العاملة عليها جود ديفنس هتجرب ريم موسى بتختارك ميديم شوت لكن بتفك كده في الهواء لنور علي طلعت لكن افلين كويس افلين كويس فريدة ورشا افلين كويس مخالفة المشي بالكرة على اللعبة نور علي طلع ردوة لعبة النادي الشمس زون ديفنس شعار هزا الكورتر في النادي الاهلي في الدفاع ميرال اشرف نورهان بتجرب للمرة التانية وبتسجل كده بورد بتيجي في البند او في البورد او في اللوحة وبتسجل ثلاثة بونت لصالح نادي الشمس ديء الفرق الى ثلاث نقاط سبعة وعشرين اربعة وعشرين هالة مصطفى بتطلع كيكاوت لتوقع قالت لك وش معنا انا كمان لكن هلعظاه الوحش بيحصل فول من لعبة نورهان لعبة نادي الشمس يستوجب الاوت صايد للنادي الاهلي صارة مغربي هتطلع الاوت لحالة مصطفى صارة مغربي تاني دفاع القاوي من رادو على اللعبة ريم موسى توقع بتطلع الريم موسى هتجرب بتفيك وبتخش بتطلع منها في السكة بتلم نور علي طلعت في الطريق بيفضل وقفين برضو راشا وفريدة لكن على طول في صفارة انتهاء زمن الاربعة وعشرين ثانية على النادي الاهلي كرة مع نادي الشمس ردوة ردوة خالد بتعدي الاهلي قلب ديفنس منتو من طلع على الراشا بك دور كده ما بيوفقش وبتطلع الكرة اوتسايد باتباص على نادي الشمس لعبات بتضاق التشجيع من الكابتن اياب الالف يا المدير الفني منتو من كمان على طول نادي الشمس بيقابل بتحاول تختف راشا بتنزل الكرة لتحت كده 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 حلو قوي لكن هنا في مفاول على اللعبة رقم 13 اللعبة اوتسايد لصالح النادي الان صارة مغربي بتطلع ليه هالة مصطفى بتدي النور على اللي طلعت تعملها نفس اللعبة تاني نفس اللعبة تاني نفس اللعبة تاني لكنه بدي مقا مختلفة من ناحة تانية كده بك ليب او سلم من الناحة العكسية وبتسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي 29 24 هنشوف جمليات في المبارة دي ميديم شوت كده اي حاجة بتخبطها على طول ما تعرفش تمسكها اللعبة فريدة شريف بتخبط فيها وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي لو قلنا نتاج السنة اللي فاتت لنادي الاهلي النادي الاهلي السنة اللي فاتت كان بطل الدوري بطل عفوا دوري المرتبط وبطل كاس مصر وخد المركز التاني في اللحظات الاخيرة امام سبورتنج في دوري السوبر اما نادي الشمس فهو خرج من كاس مصر من دور الثمانية الموسم اللي فات ويفنش الدوري الممتاز بالمركز الرابع وفيه هنا نقطتين للعبة هالة وخرج من الستة الكبار في دوري المرتبط 31-24 راشا نادي الشمس ميرال اشرف نادي الشمس بتحاول تلعب تختار بتجلع على طول ثلاثة ثلاثة من ثلاثة نرهان ثلاثة من ثلاثة بتدايق الفارق تاني نرهان لفرق نقطة فرق عفوا فرق اربع نقاط 31-27 من 24-27 هالة مصطفى حد هيرد عليها هترد عليها هالة هترد عليها هالة وبترد عليها هالة فعلا 34-27 تقول لا مش انتي بس اللي بتشوتي احنا كمان ردوة دفاع قوى من اللعبة سارة مغربي دورها على النورهان بتستلم رشا بتجرب هي كمان لكن اربول اوتصايد بصالح نادي الاهلي بيحصل تغيير هالة مصطفى بتطلع بتنزل مكانها جنة مصطفى هنا مش اخوات هالة مصطفى شعراوي جنة مصطفى معروف سارة مغربي شادو بتنزل اللعبة المصطفى تنزل مكان ردوة نورة تدور على جنة جنة تحت الباسكت سيمي هوك ما بيجيش تلمي ميرال ميرال بتطلع بتحاول تعدي ومتقى جامد تكمل وتوقف عن ثلاثة مونت بتهد على ملعبها تسلم لشادو اللي معها الكورة اللي نزلت مكان ردوة كبوينت جارد جي فاندو كده مع نورة بتحاول شادو تخش تطلع النورة نورة بتحاول تعدي سيمي هوك كده ما بيجي لكن في فاول على اللعبة اعتقد جنة مصطفى نشوف دلوقتي لأ مش جنة مصطفى نورة علي طلعت رميتين حرتين للصالح اللعبة نورة لعبة رقم خمستاشر من نادي الشمس أربعة وتلاتين سبعة وعشرين لصالح النادي الاهلي في الكورتر التاني نورة بتسجل رمية الحرة الأولى وتشجيع كده أو القاة تعليمات كده من الدكتور محمد جاد المدرب العام الرمية الحرة التانية ما بتجيش لغبطة كده في الطريق بتتجزع على طول بتحسيمها اللعبة نورة علي طلعت بتسلم على طول البليميكر بتاعها والقائد اللعبة سارة ريم موسى بتحاول تختارك جلها هتعمل هي ريم هتعمل بتطلع النور نور بتحاول تخرق بتخش بتخش بتجيب ما بتجيبش بتلم جنة مصطفى وبأيديها الشمال بتسجل نقطتين في جعبة النادي الأهلي ستة وتلاتين تمانية وعشرين زي ما احنا شايفين السكن شوت على طول بأيديها الشمال وبتسجل نقطتين من تحت الحلقة ميرال نورهان أشرف بتحاول تعدي نورهان فواد عفوا على طول بتلم ريم موسى بتطلع بالفاست بريك بتطلع بالفاست بريك بتنقل بسرعة أوه توقف جنب ستوب شوتة ميديا ما بتجيش شادوا بتلم طلع النورهان نورهان لنورة مستنيها تعمل واحد على واحد هتلعب بتجيب بتجيب ستة وتلاتين تلاتين فاست بريك كده سريع وانو بينتهب وانو بين نورة من الشمس والنور علي طلعت من النادي الاهلي على طول تايم اوت بصالح انا مش 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 شايفين في الكادر مين اللي طلب بس هو في تايم اوت على طول دي الهجمة بتاعت لعيب هالة مصطفى بعد اللقاطات المباراة ميديام شوت ودي تلاتين نور دي التالتة ليها وهالة جايبة تلاتة برضو الغي دلوقتي ادي واحدة هاي منها في البوردو بتيجي باسكت وادي الساكن شوت الجميلة اللي لمتها لعيبة جنة مصطفى وبأيديها الشمال كده نموذج حطاها باسكت وادي اخر هجمة في الكورتر قبل تايم اوت على طول تايم اوت هو خلاص كابتن يهاب ستة وتلاتين تلاتين لصالح النادي الاهلي نادي بعد الحضور دول اولاء امور انتهى التايم اوت اللي طلبه كابتن يهاب الالفي واوت سايد لصالح النادي الاهلي نفس التشكيل اعتقد ان فيه تغيير خرج التوقع ونزل الدين عمر نفس التشكيل نادي الشمس هنشوفه دلوقتي اول ما كادر يفتح كرة مع النادي الاهلي صار مغربي صار مغربي زون ديفينس رجع تاني نادي الشمس كابتن تانو دين عمر صار مغربي نورة علي طلع فضي على الهاي بوست بتطلع ريم موسى ريم موسى بتجرب حزايا كمان واحدة من ثلاثتها ما بتجيش بتلم نورة بتطلع لشادو شادو بتجرب الملعب بتدي النورة تاني نورة بتدور على شادو شادو بتدور على ميرال دفع قوي جدا من ريم موسى على ميرال وادي اللاعبة رقم تسعة عولة نزلت دلوقتي وتطلع كده كت من نورة وبتسجل نقطتين لصالح نادي الشمس اربع نقاط فارق ما بين الاهلي والشمس ستة وتلاتين اتنين وتلاتين زي ما احنا شايفين على الشاشة دين عمر بتجرب تلتاية بتسجل تلتاية دين عمر الكابتانو بيعلن عن نفسه لسه راجعة من اصابة وعايزة تثبت نفسها شادو النادي الشمس منتو من دفاع النادي الاهلي نورة بتعدي بتباص العولة لكن في السكة على طول تلتاية النورة علي طلعة تسلم للقائد ريم موسى ريم موسى سلم من بعيد لكن ايه ايه الباصة السحرية دي ايه الباصة السحرية دي ده يا شيخة ده كله تبعد فيها في اخر لحظات المباراة كل الناس افتكر ان ان انت هتجيب باصة رح تطلع على طول اللي دينا عمر لكن دينا عمر ما توفقش في تسجيلها هو بتنتهي احداث الفترة التالية والكورتر التاني ما بين النادي الاهلي ونادي الشمس تسعة وتلاتين اتنين وتلاتين لصالح النادي الاهلي في كأس مصر دور التمانية لاحظ نادي الاهلي تشكيل نادي الشمس في الفترة التالتة شاده رقم سبعة اربعة اميرال اشرف اللعبة رقم عشر النورهان فؤاد خمستاشر نورة اللعبة علا رقم تسعة تشكيل نادي الاهلي واحد ريم موسى عشرة كابتان ودين عمر صار مغربي رقم سبعة هلا مصطفى اللي نزلت مكان جنة مصطفى ونور علي طلعت اللعبة رقم خمسة بداية الفترة التالتة هنبدأ زي ما قلنا التشكيلة هو تعليمات من كابتان نهايب الالف ريم موسى ريم موسى عجباني النهار ده بتلعب عقلها قوي عجباني جدا كرة لصالح النادي الاهلي في الحيازة التبادلية هل حيازة التبادلية للنادي الاهلي تسعة وتلاتين عفوا ثتين وثلاثين لصالح النادي الاهلي من نادي الشمس بتجرب دين على التلاتة بونت بتسجل تلاتة بونت اكل تلاتة يقفو اكل افسك بلابي الاهلي في الكوارتر التالت او الفترة التالت اتنين واربعين يوسع الفرق العشر نوعート اتنين واربعين اتنين وثلاثين الزون اشتركوا في القناة نورة علي طلعت على التنفيذ الرمية الحرة الاولى بتسجل وتنجح في تسجيلها 43-34 لصالح النادي الاهلي في الفترة التالتة او الكارتر التالت الرمية الحرة التانية نورة على التسجيل وبتوفق في تسجيلها 44 يرجع الفرق تاني 10 ملجات 44-34 شادو رقم 7 من نادي الشمس نزل لعولة تلعب one in one وبتحاول كده تدي النورة باصة كده خبيثة لكن النورة ما فيمتهاش وتطلع او تصايد لصالح نادي الاهلي 10 نقاط والفرق ببداية الكارتر التالت سارة مغربي نادي الشمس رجع تاني ريم موسى بتحاول تختارك بتطلع لهالة هلا سكيب باصل ناحتلنا لصارة صارة لدينا دينا بتحاول تختارك بتطلع عليه ريم موسى ريم موسى على التلتاية وبتسجل تلت نقاط في رصيد النادي الاهلي زي ما احنا شايفين في الاعادة هنا نموذج للتسري بوينت 47-34 لصالح النادي الاهلي 13 نقطة هو الفرق نورهان لنورة نورة ميديا بشوت بتسجل ما بتجيش نورهان بتلم تاني لكن بلوك جميل من اللعبة نورة علي طلعت دينا عمر بتطلع على توليس كيب باصل لمين ليه ريم موسى ريم موسى بتحاول تطلع لمين هتطلع فعلا لصارة مغربي صارة مغربي الهالة مصطفى هالة مصطفى بتنزل ميديا مشوت بتسجل بتسجل 49-34 شوطة جميلة ليه اللعبة هالة مصطفى صمام امان تحت البسكت ليه النادي الاهلي دفاعيا وهجوميا شادو دفاع قوم النادي الاهلي ميرال اشرف بتحاول تختارك لكن بتقطع في السكة ريم موسى بتطلع على الفصل بريك اتنين على واحد هي وصارة مغربي وما بتسجلش بتلم ريم موسى بتحاول وتباصي باصة كده جميلة ليه اللعبة ريم نور علي طلعت بتسجل نقطة لصالح نادي الاهلي يتسأل فارق 51-34 صالح النادي الاهلي على طول دكتور ويلد ديستي بيطلب طايموت عشان يعدل من صفوفه او دفاعاته ويشوف ايه الصغرة اللي موجودة في الدفاعات عشان يقل الفرق هل نادي هل نادي الشمس هيلعب زون تاني هيرجع زون تاني كان في الكورتر الاول والتاني كان لعيبة قفلة بتيفل كويس او مش مديها مساحة لنادي الاهلي ان هو يعدي كان باعتمد على الشوط النادي الاهلي كان عالب برضو كان زون ديفنس لما الاب مان ابتدى يشتغل كويس ابتدى يمنع على اختراقات ابتدى يوقف الشوطة ابتدى يعلب لسكور هنشوف دلوقتي مع انتهاء التايموت اللي طلبه نادي الشمس او دكتور ويلد ديستي مدير الفني ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي في هجوم ودفع نادي الشمس وهجوم ودفع نادي الاهلي الاهلي بيلعب زون ديفنس نزدت يسرى ما كانش هادو نورهان بتدى ليه فريدة فريدة بتحاول بتروح على الباسكت بتلم على طول هالة هالة بتطلع على الريم موسى ريم موسى على الفصل بريك ميديم شوت كده سلم كده ما بيجيش على طول بتشتغل اللعبة ميرال اشرف وهجمع انتريه من هجماتها ما بتسجلش بتلم فريدة بتقع في السكة اليسرى يسرى بتطلع وبتهدي ملعبها بتطلع عن نورهان هتجرب نورهان تاني لكن فاول بتعترضها اللعبة هالة مصطفى بيستوجب شوطة تلت شوطات لصالح اللعبة نورهان فوقت نورهان على التنفيذ رامية الحرة الاولى بتسجلها واحد وخمسين خمسة وتلاتين لصالح نادي الاهلي الرامية حرة التانية ما بتوفقش في تسجيلها تفضل نتيجة زي ما هي واحد وخمسين خمسة وتلاتين زي ما احنا شايفين على الشاشة الكورتر التالت الرامية التالتة بتسجلها بتنجح في تسجيلها بتزود جعبة نادي الشمس نقطة بقت ستة وتلاتين واحد وخمسين لصالح نادي الاهلي صارة مغربي دفاع من تومان من نادي الشمس بتحاول تخش دفاع قوي من ميرال حالة مصطفى بتستلم من برة بتحاول تلعب بتطلع مغربي صارة مغربي بتجرب حظها وتقول شمعنا أنا كمان وثري بوينت من اللعبة صارة مغربي زي ما احنا شايفين في العادة بيتزود الفارق اربعة وخمسين ستة وتلاتين لصالح نادي الاهلي يسرى بتحاول تختارك بتطلع لكن بتقطع في النص على طول ريم موسى ريم موسى اتنين عليها بتطلع بصة كده اللي صارة مغربي صارة مغربي الديفنسي بتلمع لها تاني بتقف على ملعبها مستنية من اللي قطع بتباصي بتقطع على طول مرأة الأشرف في السكة بتاخد مرأة الأشرف تكمل هتعمل ايه هجم عن تارية ولا هتباصي هجم عن تارية وبتاخد فاول ليه صالحها على اللعابة هالة اعتقد اهلا مصطفى والريم موسى هتشوف اشارة الحكم دلوقتي بتقول ايه اللعابة رقم عشر من الدقاء اه دينا عمر توشوتس لصالح نادي الشمس اربعة وخمسين ستة وتلاتين لصالح النادي الاهلي في الفترة الثمانية التالتة لهذه المغرأ ما بتوفقش في تسجيلها الرامية الحرة التانية بتسجيلها يمكن فرقتين كان في بطولة الفين في كاس العالم الفين وسبعتاشر كان فيه منهم تشكيل كبير جدا اه من نادي الاهلي ومن نادي الشمس يمكن نادي عفوا النادي الشمس كان فيه مرال بس النادي الاهلي كان فيه رنعب ظاهر ورنعب علاء فيه تشكيل النادي الاهلي وباصة كده جميلة لكن سيمي هوك ما بيوفقش في تسجيلها اللعيب هلا مصطفى تاني مرال اشرف بتطلع ليه يسرى يسرى ليه نورة نورة فيك بتدور طبعا على النورهان نورهان 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 بتسجل الرابعة رابع سري بوينت لنورهان في الجيم ده طبعا هلا هتسكت لها اربعة تلاتة كده لصالح نورهان ميديم شوت من اللعيب ها ريم موسى بتلم على طول اللعيب هلا مصطفى رنع على اللي نزلت الكابتانو دينا عمر لكن بيحصل فاول على نادي الشمس اعتقد انه هو على اللعيبة فعلا نورهان في مباراة كده تحس ان في مباراة جنبية تانية ما بين هلا وما بين نورهان دي تجيب سري بوينت دي ترد عليها بسري بوينت كده اربعة تلاتة لصالح نورهان يا طرق هلا هتعمل ايه هنشوف دينا ليران علاء او تصدل لناد الاهلي لدينا تاني سكرين من هلا لدينا نورهان علي طلعت قالت لهم اخش في اللعبة دخلت في اللعبة وبتسجل سري بوينت للنادي الاهلي تصبح النتيجة سبعة وخمسين اربعين لصالح النادي الاهلي فرق السبعتاشر نقطة بيتسع للنادي الاهلي ميرال بتلعب بليميكر يسرى ميرال تاني بتطلع النورهان الخمسة ولا يا نورهان الخمسة نورهان في مباراة تانية كده خمسة تلاتة يا هلا هتعمل ايه يا هلا تلاتة وخمسين سبعة وخمسين تلاتة واربعين سبعة وخمسين عفوا ريم موسى جل اسكنين النور علي طلعت تختارك بشملها بتجيب ما بتجيبش بتلم نقور لكن ميرال تاني لصالح مين مرة قال كده ومرة قال كده ميرال تاني لصالح ندي الشمس يسرى تستلم من النورة بتعدي ملعبها بتقف وتسلم ليه البوينت جارد لعبها ميرال أشرف ودفع قوة من هالة على طول واحد على واحد فاص بريك تتقطع في النص لا تغبط في الرجل وتجد الزمن لأربعة وعشرين سنة من ضمن اللاعبات اللي شاركوا في كاس العالم بالنادي الأهلي هم بالترتيب كده ران علاء ران عبد ظاهر جنة مصطفى توقى دول لعبات المشاركات في كاس العالم في أودينيزي 2017 بإيطاليا وكان معاهم اللاعبة ميرال أشرف وكلهم موليد 98 يحصل تغيير دلوقتي يسرى تخرج من الشمس وتنزل رضوة وتخرج نورة وتنزل زوزو لعبة نادي الشمس اللي عندها تلاتة فاول ريم موسى جاء لأسكرين النور علي طلعة ريم بتختارك ما بتسجلش بتلمى على طول ميرال ميرال بتجرب بتعدي بتختارك هجم عن تريه كالعادة لكن على طول بلوك كده من لعبة هالة مصطفى ومنتهى الروح الرياضية وده اللي موجود ما بين الفرقتين بتقومها واوتصايد لصالح نادي الاهلي رضوة لسه نزل حالا مكان اللعبة يسرى جون ديفينس النادي الاهلي دفاعه رضوة لسه نزل بتجرب ما بتجيش بتعدي الناحة التانية بتلمى ميرال الدفاع قوى من هالة بتطلع ميرال لنورهان نورهان بتجرب تاني بتجرب تاني ما بتجيش بتلمى على طول ريم موسى بتطلع بالفاص بريك مين جري معاها بتعدي بسرائتها بتدي الهالة كده بصة الشياكة وبتسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي تسعة وخمسين تلاتة واربعين لصالح النادي الاهلي في بسكت يعني في بصة كده سحرية ميرال اشرف بتنزل الكورة ليه فريدة فريدة ميديام شوت لكن فيه فاول على اللعبة نورهان طلعت على طول الكابتن غالب احمد غالب بيشرح لها الخطأ هيروح يبلغ الخطأ على طربيزة ونحن نريد دايما نحترم بقرارات الحكام تسجل او راميتين حراتين اللعبة فريدة شريف رقم 13 من نادي الشمس تسعة وخمسين تلاتة واربعين الرامية الحرة اللعبة الفريدة بتسجل تسعة وخمسين اربعة واربعين كورتر الثالث الرامية الحرة التانية ما بتوفى بتسجل بتلمي النور على طلعة تطلع الرنعة ستحدي ملعبها وتلعب ايبي يأتي لها سكرين من هالا وتقطع معها اللعبة نور علي طلعت توقف تدي لكابيتانو لكن تقع من ايديها كده دين عمر وتطلع عاود صيد لصالح النادي الشمس اللعبة تسعة وخمسين اربعة واربعين صالح النادي الاهلي 15 ردوة زون ديفنس من النادي الاهلي سكرين من زينب ميديام شوط من الردوة وتجرب حزامة بتجيش بتلم على طول هالة بتطلع للدينامو ريم موسى وفاصل بريك اللعبة نور علي طلعت ما بتسجلش وبتحتسب فاول على اللعبة ردوة رقم 55 من نادي الشمس يستلزم رميتين حرتين بيحصل تغيير عند نادي الشمس تخرج شيئة فريدة وتنزل نور نور علي طلعت رمي الحرة ما بتجيش رمي الحرة التانية 59 44 رمي الحرة التانية بتنجح في تسجيلها 60 44 16 بونت لحظات الاخيرة في الكورتر الثالث ردوة زون ديفنسي من نادي الاهلي ميرال تقع منها تلمها تاني لردوة بتدي النور على هاي بوست تحاول تختارك بتعدي بتشوت ما بتجيش تلمي نور نور للكابتانو دين عمر بتطلع بتطلع فاص بريك بتكمل لوحدها تحاول تاخد سلم وتطلع كده زي بص صغيرة اللعبة ران علاء وميديا مشط من ران علاء بتوسع الفارق الى 18 بونت صالح نادي الاهلي ردوة دي نورة تحت الباسكت فيك كده وبتعدي سيمي هوك لكن ما بتجيش تعترضها على طول اللعبة هالة مصطبة بفاول على هالة رقم 14 زي ما احنا شايفين يستوجب رميتين حرتين واضح ان فيه حاجة في نورة لا والله قامت الف سلام عليك بس هي بتعرج يعني سلامات للعباتنا كلها كلهم اثنين وستين اربعة واربعين للنادي الاهلي رميتين حرتين للعبات نورة رقم خمستاشر بتطمن عليها الكابتن احمد غالب الرمية الحرة الول على التنفيذ لعبات نورة بتنجح في تسجيلها خمسة اربعين اثنين وستين الرمية الحرة التانية وبتسجل رمي الحرة التانية ستة واربعين شمس اثنين وستين الاهلي ران علاء دين عمر سكرين من نور علي وكمان سكرين من هالة بتطلع لهالة بتاخد بساشة النور علي طلعت بتحاول لكن بتطلع لران علاء دين عمر بتجرب اختراق كده بتسجل نقطين لكن على طول مراء الاشرف بتعترضها بفاول يستوجب رميتين حرتين على نادي الشمس يعني هو كابتن آلفي كابتن آلفي يعني بيقول لي دين عنا ما كنت تجي بيهم ما كنت تجي بيهم ويناخد واحدة كمان وان مور دين عمر على التنفيذ الرمية الحرة الاولى ما بتنفقش بتسجيلها نينو ستين ستة اربعين الرمية الحرة التانية دين عمر لسه زي ما احنا ما بتوقفاش في تسجيلها ايضا بتلم نورة بتطلع الردوة ردوة بتجري على الفاص بريك وبتسجل نقطتين لصالح نادي الشمس الكادر ما الحقناش اتنينو ستين تمانية اربعين نورة علي طلعت مسكها زوزو روح على طول دين عمر في البازلاين بتجرب حظها هالة مصطفى ما بتجيش ديفنس ويرباوند من زوزو بتدي الردوة الردوة بتطلع بالكورة المرأة الأشرف المرأة الأشرف بتدور بتلاقي نورة نورة ميديا مشط ما بتجيش بتلم على طول رانة علاء رانة علاء بتطلع فاص بريك اربع على اثنين اربع على اثنين هتعمل ايه فيك كده من اللعيبة رين موسى لكن على طول جاة تطلع تعمل ميديام شوت على طول بتاخدها بلوك اللعيبة خمستاشر نورة وبتطلع عود صيد على النادي الاهلي بيحصل تغيير هنا دلوقتي بتخرج في النصفو النادي الاهلي بتخرج رانة علاء رقم 11 وتنزل صارة مغربي اللعيبة رقم 7 في النادي الاهلي كرة مع نادي الشمس ردوة لعب رقم 8 من 12 بنت 12 بنت في الكورتر الثالث رين موسى خرجت نزل مكانها صارة مغربي كما نرى هي لما سكى الملعب هالة مصطفى بتحاول تختارك بتطلع ليه رين موسى لسه في الملعب عفوا صارة مغربي بتتطع منها في السكة بتاخد على طول ردوة ردوة بتطلع عن نورهان هتلعب واحد على واحد تتخلص لكن بلوك على طول من هالة بتلم السكن على طول اللعيبة ميرال أشرف وبتسجل نقطتين عشان تدقى الفرق من 12 نقطة ل10 نقط آخر ثواني وآخر لحظات الكورتر الثالث رين موسى هلا مصطفى هنشوف هيحصل ايه بتترايك على البسكت وبتسجل نقطتين لصالح النادي الأهلي 64 52 بس مش شايفين بقى عشان اللعادة جاءت بسرعة رمي حرة إضافية لصالح النادي الأهلي وبيحصل تغيير هنا بتنزل توق مكان اللعيبة صار مغربي رمي حرة أضافية للعيبة هلا مصطفى كابتن هاب الألف بشور للعيبة العبو من ردو هلا ما بتجيش ردو بتلم بتطلع النورهان نورهان جوز قطع البسكت وبتسجل رميتين حرة نقطتين تدايق الفارق من 12 نقطة ل 10 نقاط الثواني واللحظات الأخيرة في الكورتر الـ 64 54 ريم موس هتعمل ريم هتعمل بتاخد فاول من اللعيبة ردو رقم 55 يستوجب رميتين حرتين لصالح اللعيبة ريم موس رقم واحد من نادي الأهلي طبعا يوم 4 2 إن شاء الله في صالة النادي الأهلي ستقام البطولة بطولة القاهرة لموسم 2017 2018 بمشاركة أندية الأهلي والجزيرة والشمس والغابة والظهور بصالة النادي الأهلي من يوم 4 إن شاء الله الرمية الحرة الأولى ريم موس بتسجلها 65 54 رمية الحرة التانية بتنجح في تسجيلها توسع الفرق 12 نقطة تاني كرة كده تتبص أي حاجة ليه ميرال ميرال بتفنش ببسكت في الثانية الأخيرة من الكوارتر التالت بعد ما كان 12 منطبع 10 نقاط في الثانية الأخيرة تنجح اللعيبة ميرال الأشرف رقم 4 في إنها تسجل رمي نقطة 2 في جعبة نادي الشمس ويديق الفارق إلى 10 نقاط وينتهي وينتهي الفترة التالية نرجع للفترة الرابعة كرة معنى الشمس نورهان لنورة نورة لمرال أشرف بمرال أشرف بتجرب حظها في الثلاثة بونت ما بتجيش تلمى على طول ريموسا تقطعها في السكة نورهان لكن على طول نورة علي طلعت كرة حيرة كده تنتهي عندي زوزو زوزو بتطلع عليه نورة نورة بتحاول تختارك لكن ما فيش أي حاجة التي تطلع أوتصايد على النادي الان كابتن واقل بيبالة بيقول له أوتصايد يعني فاول والحاكم كان قدامها أوتصايد للنادي الشمس نورة جرب حظها على ميديم شوت ما بتجيش نورة طلعت بتلم دفع قوة من ميرال وردوة لكن بيحتسب فاول دلوقتي على اللعبة ردوة رقم 55 من نادي الشمس أوتصايد صالح النادي الاهلي حاكم بيطالب كابتن هاب الالفي خلاص اقعد انا خدت القرار اقعد مش عايزين اترادات ونفس الكلام بيسر على الدكتور والد اصد أوتصايد صالح النادي الاهلي ريم موسى عيبة النادي الاهلي والليها تجربة احترافية في الشيك بره هلا مصطفى توقع جمال توقع جمال تحاول تختارك وتعدي وتطلع كيكاوت لريم موسى وتفاق كده في الجميل ميديام شوت بتاعتها ما بتجيش بتلم على طول اللاعبة ردوة ردوة لنورهان فصل بريك 3 على 1 لنادي الشمس لزوزو زوزو بتعطل الكرة او كرة تعطلت فيديها بتجرب على طول اللاعبة ردوة 3 مونت لكن ما بتجيش وبتطلع عاود صايد لصالح نادي الاهلي 66 56 لصالح نادي الاهلي 10 نقاط حدش احرص حاجة لغايد دلوقتي رين موسى لتوقع بتهوش بجيالها نور علي طلعت بتطلع لريم موسى تاني رين موسى بتختارك تحاول تجيب بسكت لكن على طول فاول بيحتسب على نادي الشمس على اللاعبة رقم 10 النورهان اللي على شمال الصورة اللي اختفت رمي 2 حراتين لللاعبة رين موسى رين موسى على التنفيذ الرمي الحرة الأولى وبتنجح في تسجيلها 67 56 الرمي الحرة الأولى التاني على التنفيذ رين موسى ما بتوفقش في تسجيلها تلمي نورة نورة على طول بتدي الردوة ردوة بتعدي ملعبها لنورهان هتجرب تاني فكو بتعدي بتطلع كيكاوت ليه نورة نورة ليه ميرال ميرال لردوة ردوة تاني نورهان بتجرب حظات تاني لكن قريبا كده مش موفقة بتعدي رين موسى رين موسى بتعدي بتطلع لهالة هالة فك بتطلع كيكاوت لبرة كرة كده اي حاجة على طول بترجع المنطقة الخلفية بتحسب باك زون على نادي الاهلي اوتصايد نادي الشمس زون ديفينس النادي الاهلي ميرال اشرف لزوزو لكن على طول ميرال طلعت بتطع في السكة تطلع اوتصايد لصالح نادي الاهلي كابتن وقل بيفكر في طايم اوت ولا ايه وفعلا طايم اوت لصالح نادي الشمس نعيد على حضراتكم كده اسمها اللاعبات اللي موجودين في القايمة هنا او في القايمة هنا في الاسكورشيت بالنادي الاهلي ونادي الشمس نادي الاهلي ريم موسى نور علي طلعت طوق جمال صار مغربي دين عمر رون علاء هلا مصطفى 67 56 زينة بالزيني هبع عبر رحمن منا يحي زكريا باتول عادل وجن مصطفى اول صار النادي الشمس رضوة تقطع في السك كده نتراحل نورهان لكن تقطع في السك على طول اللعبة هلا مصطفى خش تاني كرة رضوة زون ديفينس النادي الاهلي نورة تحت البسكت لما عليها وقف المساحات رضوة بتجرب حظها ما بتجيش على طول بتسيبوها بتطلع اوتصيد لصالح نادي الاهلي الاهلي قفل بسحات اي حد بيختار بيلاقي اتنين وقفل له في زون ديفينس نادي الشمس هيعمله بيلعب منتومان الكافرين عنده في دروب شوية رين موسى طلع دين عمر تجرب حظها ثلاثتها بتسجل صالح اللعابة دين عمر والنادي الاهلي سبعين ستة وخمسين اربعتاشر بونت صالح النادي الاهلي بيوسع الفارق نورهان ركابة محكمة وقوية واي حاجة كده من رضوة بتلمي نورهان على الساكن شوت بتحاول تجرب في البورد ما بتجيش بتلمي نور علي طلعت ليه رين موسى اللي بتجرع بتطلع كده للناس اللي قطع لهالا مصطفى لكن هالا بشمالها ما بتجيش بتلمي على طول مرة الأشرف وتطلع هجمة من هجمتها العنتارية ومعها رين موسى وبتعترضها بفاول يستوجب رميتين حرتين لصالح نادي الشمس رين موسى فاول على رين موسى رميتين حرتين بتغييرها يحصل شادو بتخرج لعبة نادي الشمس رقم سابعة بتدخل لعبة نادي الشمس رقم سابعة وبتخرج اللعبة رضوة خالد رميتين حرتين لمرة الأشرف ما بتسجلش رمي الحرة الأولى اعتقد دي تالت أوراب رمي حرة ما سجلته النهاردة اللعبة مرة الأشرف الرمي الحرة الأولى على التنفيذ ما بتلجعش في تسجيلها بتحسب الصراع اللعبة ريم موسى بتعدي تحدي ملعبها هتلعب ايه جيلها سكرين من نور ومن هالة بتروح ناحية نور زينب على طول بتعترضها بتوقفها نور علي طلعت لدينا عمر دينا عمر بتختار بتطلع بتطلع كيكاوت لتوق توق توق تاني بتخش طلع النور علي طلعت على نور بتجرب وبتسجل وبتنجح في تسجيل تلات نقاط لصالح النادي الاهلي تلاتة وسبعين ستة وخمسين لصالح النادي الاهلي طلعة جميلة ورائعة من لعبة نور علي طلب شادو نادي الشمس لنور دفاع قو من اللعبة دينا وتود النور هان عشان تشوت سري بوينت ما بتجيش بتلم على طول اللعبة هالة مصطفى بتجرب الكرة بتوقف على ملعبها بتهدي بتدي على طول ريم موسى العقل المفكر للنادي الاهلي بتشوف ملعبها رايو هتعمل ريم موسى بتعدي بتدي كرة حلوة قوي 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 الهلا لكن تلات راي هلا بايديك الشمال ما بتجيش تلات راي شكل الكرة وهي طلعة حلوة شادو نادي الشمس بتدي الكرة الشادو شادو تمسك الكرة دور على مين كرة كده لزوزو زوزو الميرال على التلاتة بونت رايحة مش رايحة بتلم انه هلا ساكن شوت لكن بلوك على طول من اللعبة نور علي طلعت بتدي الكرة على طول ريم موسى بسرعتها المعهودة رايحة لدين عمر دين عمر ملحيتهاش لكن لمت الكرة وقفت على كوريتها تاني بتختارك من الميديم وبصة سحرية باونس بص للعبة دين عمر لصالح هلا هلا على طول بمنتهى الشياكة والاناقة بتسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي 75 56 للنادي الاهلي 11 نقطة في الكوريتر الرابع شادو الاهلي نور تحت الباسكت بتحاول تلعب بنور علي طلعت نور ونور لكن ما بتوفقش بتسجيلها بتلمى على طول اللعبة لماذا موسى تهدع لملعبها هتعمل ايه ناس توقف في مكانها شادو مسكاها مش هتسيبها بتحاول تختارك وتختارك وبتنجح وبتسجل نقطتين 77 56 لصالح النادي الاهلي شادو نادي الشمس بتدي النورهان النورهان بتحاول تخش هجمات عن ترام نادي الشمس بتصفر عن بسكت لصالح نادي الشمس 58 57 الاهلي بيهدع لملعبه الشمس في سنة سرعة شوية او صربعة شوية ريم موسى وكاد كده جميل من هالة وبيفتن كويس وسيمي هكي بيمنها رائعة وجميلة وفنش جميل جدا واحد اتنين وسيمي هكي كده بجنبها وتسجل نقطتين 79 58 لصالح النادي الاهلي تبحث عن سلاسياتها المفقودة في الكوارت الرابع الشيادو بتجرب جت ما جتش بتلم على طول مرأة الاشرف بتطلع بتسجل نقطتين بتسجل نقطتين 79 60 لصالح نادي الاهلي نور علي تطلعت بتطلع من لعبها هجمع عن ترية ولا يا نور هجمع عن ترية بتتخطف على طول مرأة الاشرف حاجم بيقول لها لعبي من رأة الاشرف بتخطف بتحاول وان ان وان هتسجل ولا ايه لكن على طول اللعابة تققى جمال رقم ستة من نادي الاهلي بتعترضها في فاول يستوج برميتين حرتين كما نرى اللعابة رقم ستة والاشارة برميتين حرتين لصالح نادي الشمس يحصل تغيير هنا بتخرج اللعابة نورة وبتنزل اللعابة علة وبتخرج اللعابة نورحان وبتنزل اللعابة فريدة رقم 13 من نادي الشمس مرأة على التنفيذ رمية الحرة الأولى بتسجلها 79 61 صالح نادي الاهلي والرمية الحرة التانية بتوفيق في تسجيل لما نور طلعت معه زنب على طول بتدي ريم موسى بتطلع فاص بريك توقع بتحاول واحد على واحد ما بتجيش صمام الأمان هلا مصطفى تلم في الوفينسي فريباون تلاقيها في الوفينسي فريباون تلاقيها تهدم العاب على عقل المفكر ريم موسى تختار تطلع بالتلاتة بونت لمين لمين بتسجل على طول طلع جمال تقول لهم لا وأنا كمان ستشارك في لائبة التلاتة بونت اللي موجودة النهاردة وبتزوج تلاتة نقاط في رصيد النادي الاهل اثنين وتمانين واحد وستين لصالح نادي الاهلي يسرى نزلت من نادي الشمس لميرال أشرف ميرال أشرف اللي تمسك الملعب فريدة تحت الباسكت تحاول تطلع ليسرى فاضي النحا التانية تحاول تشجيع من ريم موسى لطقة على التلاتة بونت اللي فاتت يسرى الشمس رقم 5 على التنفيذ الرمي الحرة اللولى بتسجلها يسرى أشرف اللعبة رقم 5 والرمي الحرة التانية هنشوفها تعمل فيها ايه بتسجلها على طول اللعبة يسرى أشرف كرة مع النادي الاهلي ريم موسى الاهلي النهاردة اعتمت في قدك وعلى والسناتر النهاردة نقدر ندي كده عشرة من عشرة في الثلاث أسلحة اللي هو بعتمد عليهم في الاتاك أو في الهجوم بتاعه قدام أي فريق طلع عدد كبير من النقاط السلسة تسجلت النهاردة السناتر عندك النهاردة نور علي طلعت وعند هلا مصطفى قادرين يعملوا شغله كويس جدا وفي وفي حاجات بتطقطع ودايف كويس جدا ويدروا يسجلوا منها عدد لا بقى سميم النقاط نادي الشمس نقاط قوته في الفاص بريك والسري بويند النهاردة يمكن العامة بالواجب بصراحة اللعابة نورهان رقم عشرة والفاص بريك كان شغال كويس جدا في الكورتر الاول بس فأقول لنادي الاهلي رمية حراتين ريم موسى على التنفيذ الرمية الحرة الأول بتسجيلها 83 63 10 نقاط وحصل تغيير وهقول لكم من خرج من دخل ورمية الحرة التانية لا بتجيش على نادي الشمس خرج الدين عمر ونزل تبع عبر رحمن اللي بدأت الجيم من الاول ويحصل تغيير تاني اعتقد نور علي طلعت طلعت او هتطلع هنشوف دلوقتي اه نور علي طلعت لا دي هالا اللي طلعت ده نور خلاص اخر كلام نور وهالا موجودة ونزلت مكانها اللعبة من يحيا زكريا هالا مصطفى هب عبر رحمن بتطلع ليه اللعبة توق توق جمال عاملة جيم كويس العقل المفكر على طول ميديام شوت من ريم يا سلام يا ريم يا موسى ميدياما ماركة الان بي حاجة كده من امريكا وارد امريكا نقطتين لصالح نادي الاهلي خمسة وتمانين تلاتة وستين على الشمس على التنفيذ تلاتة بنت بترد عليها على طول بواحدة شيك برضو منتاج شياكة كده حاجة ماركة امريكية جميلة جدا وفيها ثقة وفيها هدوء بتلاتة بنت خمسة وتمانين ستة وستين للاهلي ريم موسى ومسكها هدفع قوي اللعبة يسرى بتعدي منها بتديل منها منها التقى تحت الباسكت على طول تيجي تاخد الكرة هالة لكن على طول بتاخدها منها فريدة ويسرى ويسرى بتطلع لميرال ميرال بتحاول لكن على طول بتعترضها اللعبة تقى رقم ستة تقى جمال وفاول على اللعبة تقى بيستوجب رميتين حراتين لصالح نادي الشمس تحذير لأي حد من الكابتن أحمد غالب أي حد هاترت بعض الصفارة تيكنيكا الفاول هيبلغ بالإشارة دلوقتي رقم ستة فعلا اللعبة تقى جمال على طول ميتين حراتين بيحصل تغير في صفوف النادي الأهلي خرجت هالة مصطفى وخرجت تقى نزل مكانهم زينة بالزينة رقم 20 واللعبة باتول عادل احدى ناشيات نادي الأهلي موليد 2000 رقم 50 مرأة الأشرف أول نقط أول رمية حرة ما بتوفقش في تسجيلها الرمية حرة الثانية مرأة الأشرف ما بتوفقش زوزو بتلم حاول تخش ودخلت وسجلت نقطتين حواضت بهم لضيعتهم اللعبة مرأة الأشرف 85 68 أعطاك تفضل دي أو نص تقريبا كرة بتطلع لباتول باتول أول لمسة بتحاول تجرب ما بتوفقش بتلم فريدة فريدة بتطلع لميرال ميرال بتبص على ملعبها زون ديفنس النادي الأهلي رجع تاني يسرى بتحاول تختارك سيمي هوك لكن بص حلوة جدا من يسرى لللعبة زوزو أو زينب بتسجل بها وبتزاود بها نقطتين لنادي الشمس 85 70 لصالح نادي الأهلي لحظات أخيرة للمباراة هيب عبد الرحمن بتحاول تدي قط لزينب لكن على طول تلحق أريم موسى بتجرب ثلاثة أخيرة ما بتجيش زوزو على طول بتلم ميرباوند تطلع ليه ميرال أشرف ميرال أشرف هجم عن ترية ولا باصة هنشوف هجم عن ترية ما بتسجلش ما بتسجلش على طول بتطلع الكرة فريدة بتلمها لكن بتقول لكن ريب موسى بتعترضها بفاول يستوجب رميتين حرتين وبتطلع ريب موسى بعد قدت مباراة هيلة جدا وتنزل مكانها اللعيبة رانا علاء ورميتين حرتين لصالح نادي الشمس على التنفيذ اللعيبة رقم 13 اللعيبة فريدة شريف الرمية الحرة الأولى بتسجل الرمية الحرة الأولى 71 85 الرمية الحرة التانية ما بتنجحش بتسجيلها بتسجيلها تلم يسرى وتطلع الكرة تطلع الكرة على نادي الشمس لكن أنا شايف النهاردة من رأي المتوضع جدا من نادي الأهلي رقم واحد ورقم اثنين هلا مصطفى وريم موسى أما عن نسبة نادي الشمس مرال أشرف ونرهان فؤاد رقم 10 وزينب لو ما كانتش عملت الثلاثة فاول تأثر نادي الشمس بالسنتر بتاعها انها عملت الثلاثة فاول بتطلع جنة مصطفى اللي لسه نزلة حالا بتلم على طول فريدة لكن بتخطف النص رانع علىها بتطلع لزينب زينب ليه جنة هيب عبر رحمن بتحاول تعدي بتطلع لبتول بتطلع لبتول فعلا في النص كده بتلمس مين وبتطلع قاوت بتلمس ميرال أشرف وبتطلع من صالح النادي لحظات أخيرة للمباراة رانع على بتحاول تختارك واحد على واحد بتطلع الهيب عبر رحمن هتجرب حزها تلاتاتها ما جاتش بتلم بتول بتحاول تخش تدخل الكرة قبل ما تطلع لكن بتغبط في ايد زينب الزيني رقم 20 وبتطلع لصالح نادي الشمس ثلاث ثواني على انتهاء المباراة و ميرال بتشوت كده أي حاجة وبتنتهي المباراة لصالح النادي الاهلي بفوز على نادي الشمس وتأهل المربع الزهبي لملاقات نادي الغابة شكرا لحسن متابعتكم معنا كان معكم معلقكم الرياضي أحمد منع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته